اشتركوا في القناة المشروع العملي الذي سنشتغل عليه في هذه الدورة هو مشروع وسيكون مشروع خاص بإدارة الكتب والمؤلفين بمعنى هذا المشروع سيسمح لنا بإدارة الكتب وبإدارة المؤلفين وبالقيام بالعملية اللازمة على كل سنف من السنفين الذين ذكرناهما المشروع سيكون على هيئة MVC بمعنى سيعتمد MVC Paradigm Model View Controller وبالتالي سنحتاج إلى architecture خاصة بهذا design pattern وطبعاً كما نعلم في MVC نحتاج إلى مجلد خاص بالمودلز نضع فيه البيانات أو الكلاسات الخاصة بتعريف البيانات المودلز ثم سنحتاج إلى مجلد خاص بالcontrollers لنضع فيه الكلاسات التي ستتعامل مع الـ HTTP Request ثم سنحتاج إلى الـ Views من أجل إنشاء الـ HTML Templates التي ستظهر للمستخدم على بركة الله ندخل إلى مشروعنا ثم نقوم بإنشاء هذه المجلدات الثلاثة Right Click على Bookstore ثم Add New Folder نسميه Models ثم نضيف المجلد الثاني بنفس الكيفية Add New Folder ونسميه Controllers عفواً Controllers ثم نضيف المجلد الثالث الخاص بعرض الصفحات Add New Folder ونسميه Views تمام الآن سنأتي أحبت فيه ونقوم بتعريف المودلز أول كلاس سنحتاجه والكلاس Other سنحتاج إلى المؤلف ستكليك على المودلز ثم Add New Class نسميه Other المؤلف سنحتاج إلى معرفه وإلى اسمه فقط Probe Int ID نكتب Probe ثم Tab مرتين لنختصر الكتابة Probe ثم Tab مرتين من الكيبورد String سنحتاج إلى اسم المؤلف لهو Full Name جميل هذا هو الكلاس الخاص بالمؤلف بنفس الكيب نضيف كلاس الجديد إلى المودلز Add New Class نسميه Book ثم نضيف إليه البروبرتيز اللازمة سنحتاج أيضا إلى معرف الكتاب ID سنحتاج إلى عنوان الكتاب Constring سنحتاج مثلا إلى Description Description وسنحتاج كذلك إلى Navigation Property وهي Other يعني مؤلف هذا الكتاب Probe Other ونسمي البروبرتي Other طبعا هنا أحباتي في لها وضعنا هذه الخاصية لنستطيع أن نصل إلى المؤلف الخاص بهذا الكتاب طبعا ستقول لي ممكن أن نضيف اسم الكاتب مباشرة مدام الكلاس Other يحتوي على الفول Name فقط لماذا لا نضع هنا مثلا Other Name أقول لك ممكن أن يكون Other يحتوي على عادة Properties فلا يمكنك من جانب التصميم أن تضعها كلها في هذه الكلاس ومن باب Responsibility المبدأ الأول من مبادئ الصلاة كل كلاس لابد أن تحتوي على مسؤولية واحدة أو أن تقوم بمسؤولية واحدة هنا البوك هذه خاصة بالبوك حتى تكون الكلاس كويزيف يعني حتى التناسق والتماسك تكون عندنا Properties عند علاقة بهذه الكلاس فيما يعرف بالكويزين أو التناغم أو التماسك فلو أضفنا مثلا معلومات خاصة بالأوضر هناك الـ Other Name الـ Other Address الـ Other Contact الأخرى فهذا يعني أن الكلاس عندنا صارت Not Kويزيف كلاس غير متماسك فيستحسر أن نقسم دائما Separation of Concern عندنا Other يحتوي على معلومات الكاتب وعندنا بوك تحتوي على معلومات الكتاب وعندنا Navigation Property خاصة بالـ Relationship العلاقة بين هاتين الـ Entities بين البوك وبين الأوضر نكتفي بهذا القدر خلال هذا الحصة أحبتي في الله ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته من أجل إنشاء الـ Repository والـ Repository هو Design Pattern يسمح لنا بتجميع العملية التي تسمح بقراءة البيانات والبحث وما إلى ذلك في كلاس واحد بحيث إذا غيرنا مثلا الفريمورك الذي يقوم بالـ Data Access تبقى عندنا نفس الـ Repository الذي يتغير فقط هو الفريمورك سنرى هذا الـ Design Pattern إن شاء الله بالتفصيل أرجو من الله العلي القادر أن تقوموا بهذا العمل أن تنشئوا المجلدات الثلاثة وأن تضيفوا هذين الكلاسين داخل المودلز الـ Class Book والـ Class Other أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد وللتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته